اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين رسميا كارلوس كيروش مدربا لمنتخب ايران انا الحقيقة معرفش هل الكرام ده صحيح ولا مصحيح مش ان كارلوس كيروش هو كارلوس كيروش اصبح مديرا فنيا بالفعل لمنتخب ايران ولكن خلوني بس اقرأ الخبر اعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة التدريب منتخب ايران في كأس العالم المقبل ان شاء الله هذه كأس العالم نسخة القادمة تقام في قطر 2022 وذلك خلفا للكرواتي سكوسيتش ليقود المنتخب الايراني في المونديال للمرة الثالثة في مسيرته يتواجد منتخب ايران في مجموعة صعبة بكأس العالم 22 الى جانب انجلترا ويو اس اي الولايات المتحدة وويلز قبل بس ما سيب النقطة دي كده الخبر خلص اريته وكارلوس كيروش كان بياخد كام هنا مع المنتخب مصر 130 الف دولار طيب كارلوس كيروش بياخد كام في ايران اللي انا سمعته وما معرفش الحقيقة لكن لو صح هذا الكلام يبقى عندنا مشكلة لانه هل كارلوس كيروش بياخد من المنتخب الايراني 50 الف دولار وكان عندك هنا بياخد 130 طيب السبب اللي بيتقال ايه السبب اللي بيتقال ان كارلوس كيروش هو اللي عايز يدرب منتخب ايران وهيدربهم الثلاث شهور اللي جايين دول اللي غاية كاس العالم وخلاص بالعكس انا شايف ان هو كده علشان كده يعني ياخد 100 الف دولار مثلا مثلا يعني لكن ينزل ل50 الف واذا صح هذا الرقم انا يعني متأكد بنسبة كبيرة ولكن عشان معيش ورقة رسمي فما قدرش اقول ان هو صحيح 100% ولكن 50 الف دولار مع منتخب ايران النهاردة بتب يتم الاعلان ولا مبارح من 3 اربع شهور كان مع منتخب مصر بياخد 130 الف دولار هل ده طبيعي مجرد سؤال مجرد سؤال مولوش علاقة بالاتحاد الحالي بالمناسبة لانه تم تعاقد مع كارلوس كيروش في الاتحاد او اللجنة الثلاثية اللي كانت بتدير الاتحاد المصري قبل انتخابات الاخيرة للاتحاد المصري لكرة القدم فالنهاردة واضح ان هي حلقة الاسئلة هل كارلوس كيروش بياخد 50 الف دولار بعد ما كان بياخد 130 هل ده طبيعي ولا مش طبيعي انا بسأل بس والله ما بعمل حاجة انا بسأل